السلام عليكم شبابر. نحن لكم فيديو جديد وهالمرة عدنا فيديو حول كيفية تصوير شاشة الكمبيتر فيديو بأفضل وأحسن برنامج ممكن أنه تستخدمه من أجل هذا الغلاظ. طبعا الفيديو ما لاتنا متوافق وهي الويندوز 10 والويندوز 11 حصراً. أما إذا تريد تستخدم طريقة مماثلة أو طريقة احترافية لتسجيل شاشة الكمبيتر على الويندوز 7 أو الويندوز 8. اطلب مني هذا الشيء بالتعليقات وتدلل راح نزل لك فيديو نشرح لك بأفضل أداة وأفض البرنامج للقيام بعملية تسجيل الشاشة على الويندوز القديمة. حاليا خلينا ما نطول ونروح مباشرة. البرنامج طبعا هو OBS Studio. كثير من الأخوة يخافي يتعامل معه بكثر بسبب كثرة الاعدادات والخيارات اللي بيه. اليوم راح أبسط لك ياها وأشرح لك الأمور اللي تهمك بهذا الفيديو وهو كيفية تسجيل شاشة الكمبيتر. وإذا تحب تتعمق بالبرنامج راح نشرح لك خواص لا حصر لها داخل هذا البرنامج. ممكن أنه إذا شفنا إقبال ونجاح لهذا الفيديو. إن شاء الله راح نقوم بعمل فيديوهات تفصيلية أكثر أو نتناول بها خواص أخرى من خواص هذا البرنامج. خلونا اليوم نتفرغ لعملية أو كيفية إعداد البرنامج لتسجيل الشاشة بأفضل دقة وأحسن أحسن خيارات. خلينا نروح نبلش مباشرة. أول خطوة طبعا تفتح الجوجل كروم وتكتب عبارة OBS Studio راح تشوفها مباشرة ظهرت أمامك OBS Studio. تدوس انتر. تروح راح تشوف أنه الخيار الأول إعلان. نهمل الإعلان ونروح على الصفحة الرئيسية أو الموقع الرئيسي أو الموقع الرسمي ما للبرنامج ندوس عليه. راح يظهر لنا هذه النافذة. لو جينا ندسنا على عبارة ويندوز أو وقفنا عليها فقط بدون الضغط راح يقل لك support support windows 10 and windows 11 يعني يدعم الويندوز 10 والويندوز 11 فندوس على عبارة ويندوز طبعا إذا كان عندك غير آآ نظام تقدر تختار النظام اللي تريده أنت. حاليا اختارينا سطح المكتب من أجل الخزن وقلنا له save. حاليا جاري تحميل البرنامج مثل ما تشوفون أمامكم. طبعا متوافق مع الماك او اس ومتوافق مع اللينيكس تقدر تحمل تقدر تحمل البرنامج وتستخدمه مع هذه الأنظمة أيضا. نحن حاليا بما أنه نحن جاري نعمل على بيئة ويندوز فليهمنا هو الخاص ببيئة ويندوز مثل ما تشوفون. بعد ما تم التحميل مثل ما تشوفون خلينا نروح إلى صفحة المكتب ونشوف البرنامج أمامنا هنا. طبعا أرجو المادرة إذا كان أكو أي مشكلة عدتكم بالصوت أو بالصورة لأنه أنا جاي استخدم برنامج وسيط من أجل التسجيل. ما جاي استخدم برنامج الأساسي لأنه برنامج الأساسي حدفته خاطركم من أجل أن يقوم بشرح هذا الدرس. فنفتح البرنامج. راح يطلع لنا بهذا الشكل ونقول لها next. next. نختار مكان التنصيب. الولي يكون next. أو install. راح نشوف أنه بدأ بعملية التنصيب. مثل ما تشوفون كمّل عملية التثبيت هنا إذا خلينا الخيار launch OBS Studio راح يفتحها مباشرة بعد التثبيت. فنقول له finish. خليه يفتح البرنامج. مثل ما تشوفون فتح برنامج ويانا للمرة الأولى طبعا أول خيار راح يخيرك به هم الثلاث خيارات. يقول لك optimize for streaming يعني هيئة لعملية البث وrecording is secondary. والتسجيل هو ثانوي. optimize just for recording. I will not be streaming. هيئة فقط لعملية التسجيل. أنا ما احتاج لعملية البث. I will only be using the virtual camera. هنا فقط راح استخدم من أجل الكاميرا الخيالية. ننجي نختار لنفرض فقط لإيش للتسجيل. هذا الخيار اللي راح يناسب كثير الكل. طبعا كل الأعداد تقدر تغيرها. أنت بعد ما يفتح البرنامج. ولكن يفضل أنه تختار أحد هاي الخيارين. إذا كان الهدف مننا التسجيل. فالخيار الثاني. وتقول له next. هنا يقول لك base canvas resolution. اختار الـ resolution. نختار الف وتسعمائة وعشرين في الف وثمانين. اللي هو full HD. بالنسبة للFPS frame per second. أو سرعة تحديث الإطارات. لنفرض أنه نختاره ثلاثين أو ستين حسب نوع الشيء اللي انت جاري. السجلة أنا شوف ثلاثين إطار بالثانية. كل شيء كافي. نقول له next. نجي هنا. هاي يقول لك الخيارات اللي يعني اختارتها كخيارات أساسية. نقول له apply setting. وانا نقول له close. رح يفتح البرنامج أمامك بهذه الصورة اللي تشوفها أمامك. تجد تدوس على علامة الزايد اللي هنا وتقول له display capture. واسم هذه المصدر ممكن نسميه مثلا screen. record. ونقول له اوكي. رح تطلع عندنا نافذة بهذا الشكل. هنا نجي اما capture method طريقة التسجيل نختارها عن طريق ويندوز. او عن طريق ال dxgi. او نخليها automatic. اي يفضل انه تخليها automatic. طبعا. ال display هنا يخيرك بين الشاشات اللي موجودة عندك. اذا عندك اكثر من شاشة تقدر تختار الشاشة اللي تريدها من هنا. واخيرا ننتبه ان يكون هذا الخيار مفعل حتى يظهر المؤشر مع الماوس. وبعدين تقول له اوكي. مثل ما نشوف الواجهة ما اللي طالعة امامك طالعة بالشاشة السوداء. لو جينا اصغرنا بهذا الشكل راح تشوف الحواف ما للصورة اللي راح تسجل بهذا الشكل. تقدر تكبر واصغر بهذا الشكل. طبعا هذا الشي اللي شوفه امامك بهذا المربع هو ما راح يتم تسجيله اثناء عملية تسجيل. فلو تنزلت برنامج تحت راح يكون الويندوز هو اللي قاعد يسجل اي مكان اي نافذة تظهر امامك راح تكون مسجلة بهذا المكان. هسا حاليا ضفنا السكرين ريكورد او يعني الجزء اللي راح يسجل عندنا. اجي اريد انطيك ملاحظات بسيطة قبل ما نبدأ بعملية تسجيل. خلينا نضبط بعض الاعدادات حتى شنو حتى الصوت يكون عندك اوضح والصورة تكون عندك اوضح. خلينا نروحي الستنج راح طلع لك قائمة الاعدادات. ما راح اتعمق بعملية شرح الاعدادات الخاصة بالبرنامج لانه ما ردي يطول عليكم الفيديو. هدفنا من الفيديو اليوم هو كيفية استخدام برنامج رائع لعملية تسجيل الشاشة بشكل مجاني ما بدون دخول بالتفاصيل العميقة. اذا تحب تستزيد وتحب اشرح لك البرنامج بشكل مفصل او اشرح لك خواص اخرى بالبرنامج. اذكر لي بالتعليقات اصف الفيديو. قل لي انه تحتاج الخاصة الفلانية لنفرض انه تحتاج تعمل ستريم. لنفرض انه تحتاج اضيف اكثر من نافذة التسجيل. ممكن انه تريد تعمل انتقالات. ممكن تريد تعمل قوالب. ممكن تريد تعمل زخارف. اي شي تريد تعمل بالبرنامج. اطلب مني ان شاء الله بالتعليقات وان شاء الله ما راح اقصروا اياك فيديو اليوم فقط راح اقتصر يشرح مالتنا على كيفية استخدام البرنامج كبرنامج لتسجيل الشاشة بشكل مجاني فعن طريقة جنرال رح يهمنا انه نختار اللغة هذا الفرع او هذه النافذة عن طريقة تقدر تختار اي لغة بالعالم من ضمنها حتى العربية هذا اللي يهمنا بهذه النافذة طبعا لو جينا نزلنا للأسفل ماكوش يقدر يشرح لكي او تسبد منه حاليا هذه قائمة الستريم ممكن يشرح لكيها بعدين الاوتبوت هذا ما يخص الستريم وهذا ما يخص الريكوردينج طبعا تجي عن طريقة قائمة الاوتبوت اللي هي القائمة الرابعة طبعا عندك هنا ريكوردينج او تسجيل تختار مكان التسجيل انا عندي مثلا بشكل افتراضي هو بالفيديو اللي موجود بالدوكمنت خليه مثل ما هو او تريد تغيره مثلا على سطح المكتب او بالبيكتر او اي مكان اخر تقدر تغيره من هنا اه طبعا بالنسبة للريكوردينج والتي هاي كوالتي او ميديوم فايل سايز هنا دقة عالية وحجم متوسط للفايل طبعا بيعدة خيارات تقدر تختار وتجرب هذه الخيارات الافضل هو الهاي كوالتي والميديوم فايل سايز حتى لا يصير عندك امتلاء للذاكرة ما للكمبيوتر مالتك بسبب كثرة التسجيلات بعد ريكوردينج فورمات نوعية التسجيل خلي ايضا اه ام كي في اللي هو الخاص بالدقة الخاصة بالاو بي اس ستوديو طبعا تقدر تغيره الى الام بي اي جي تقدر تغيره الى اه كويك تايم او اي شي تريده انت طبعا من هذه الخيارات تقدر تخير تغير النسق الخاص بالفيديو الانكودر طبعا ايضا تقدر تغيره من هنا اه طبعا هذا الشي يعود اليك يعني تريده يعتمد على المعالج تريده يعتمد على كارت الشاشة بعملية الانكودينج هذا الشي ايضا افضل انه تخلي اه هاي الامور اللي تتعمق بها كثير يجي على الاوديو طبعا بالنسبة الاوديو مثل ما يشوفون هنا كل ما يخص الصوت اه موجود هنا بهذه النافذة ولو انتقلنا الى قامة الفيديو هنا مثل ما اشوف البيس رزيوشن والاوتبوت رزيوشن خليه مثل ما هو ما اصلا بالبداية البرنامج اختارهم فول ايش دي ففيه فول ايش دي كلش كافي وطبعا الفي اس ايضا 30 تقدر تغير انت حسب رغبتك وحاش ديك تقدر ترفع الى احد الستين فريم طبعا قد ما رفعت هذه الفريمات ايش قد ما رح يكون حجم الملفات اللي خاصة بالتسجيل رح يكون اكبر واشوفها انه ما تحتاج اكثر من 30 فريم بالثانية ولو انتقلنا الى الهوت كيز طبعا عن طريق هذه النافذة تقدر تختار اختصارات من اجل عملية مثلا البث او التوقع ايقاف البث بدء البث ايقاف البث مثلا او بدء التسجيل وايقاف التسجيل طبعا هاي الهوت كيز اللي تختارها اي ازرار تتحددها انت من اجل بدء عملية التسجيل ولنفرض مثلا كونترول اس نختار رح يقوم البرنامج لو دسنا على كونترول اس رح يقوم بالتسجيل بشكل مباشر انا ما اريد ان تستخدم اختصارات صراحة فنمسح الاختصار من هنا من الدليت او نمسحه بهذا الشكل اذا تريد تضيف اختصارات للتسجيل واليقاف التسجيل موقتا واليقاف التسجيل بشكل كامل كل هاي الخيارات مثل ما تشوف امامك كلها تقدر عن طريقة تخصص اختصارات معينة طبعا اذا رحنا على نافذة ايضا ما عندي شي اشرح لك اياه لانه كل شي مهيئ بشكل افتراضي لدى وخراسك باعدادات البرنامج ولكن ادنا خواص كم كبير من الاستخدامات لهذا البرنامج ممكن انه اذا حبت البرنامج تريد اشرح لك اياها رح ممكن انه اشرح لك اياها يبقى عندنا مسألة اخيرة احب انوه الها قبل ما نبدي بعملية التسجيل وبحص البرنامج وهي انه بامكانك انه مظيف فلا تر عن طريق هاي الخيار طبعا اللي الميكروفون النشط امامنا هو هذا اللي هو مثل ما شوفون فتقدر تدوس على الخيارات وتروح على البروبرتيز تجي تتحكم باي ميكروفون هو انت تستخدمه واني هنا مثل ما شوفون عندي الميكروفون الاساسي مالي هو هذا الميكروفون فارده بقي مثل ما هو مرده غيره انت لو كان عندك اكثر من ميكروفون تقدر عن طريق الخيارات وعن طريق البروبرتيز تغير الميكروفون من هذا المكان طبعا اذا ما ظهر عندك الصوت اثناء العمي التسجيل يفضل انه تطرع على هالقائمة وتغير الميكروفون مالتك طبعا بامكانك ايضا نضيف ميكروفونات اكثر من ميكروفون ميكروفون او اثنين وتتحكم بالانتقال بينتهم عن طريق هذه النافذة طبعا هذا فيما يخص مسألة الميكروفون ايضا عندنا هنا قائمة خاصة بالفلاتر طبعا تقدر تدوس عليها وتستخدم هاي الفلاتر من اجل تنقيت وتصفيت الصوت اذا تحب نشرح لك بعض الفلاتر المهمة من اجل الحفاظ على نقاوة الصوت اطلب مني ايضا بالتعليقات وراح اشرح لك بعض اهم هذه الفلاتر او تريد تجربهم بنفسك انا اعلمتك على مكانهم قم باضافتهم واحد واحد وشوف شون الفرق بين الاصوات بعد اضافة الفلاتر واخر شي احب اشرح لك هو انه اذا دست على هنا تقدر ترفع الخاص بالميكروفون اللي اللي جا تستخدمه ولنفرض انه هاني هسا حاليا مثل ما اشوف هاني كل ما ارفع بالشدة ما للصوت تحت شوف المستوى ما للصوت جا يجاوز العتبة اللي هنا شوف بدأ حتى يصل للنقاط الحمر اللي هنا ويتجاوزها ايضا هاي هنا لما يكون عندك الصوت ضعيف او تريد ترفع جودة الصوت او شدة الصوت طبعا اشجاد الزويد بالديبي اشجاد يزيد يعني حساسية الميكروفون او حساسية التقاط الميكروفون للصوت مالتك مثل ما اشوف ما انصحك انه هذا المؤشر اللي شوفه هنا ما انصحك انه يصل للمنطقة الحمراء فحافظ على انه الميكروفون مالتك ما يتجاوز هذا الخط الاصفر ويقد ما كان يتراوح بين هاي المنطقة الصفراء فهو افضل اليك والصوت راح يكون اه انقى طبعا فيفضل انه ما تلح او تزيد اه حساسية التقاط الصوت من هاي المكان ولكن اكيد راح تحتاجها من اجل انه ترفع الصوت وتخلي الصوت يكون واضح اه هذا فيما يخص مسألة الصوت ورفع شدة الصوت واخيرا تريد السجل تجد كلها على من هاي المنطقة ستشوف انه هنا بدأ عملية التسجيل وقاعد يستجل حاليا الشاشة مثل ما اشوف اما مكاني حاليا نزلت البرنامج تحت ولو جينا فتحنا نافذة وسدنا نافذة ودخلنا مثلا على جوجل كروم وسدنا هنا كل العملية جاء تسجل لاخل برنامج الاو بي اس ولو جينا قلنا لستوب ريكوردينج راح يتوقف توقف عملية التسجيل طبعا هنا يعرض لك كم ثانية سجلت ويقص عليك يسجل وهنا جيل استخدمت من المعالج وهنا لفريمات كل المعلمات يطرح يعرض لك ياها اثناء عملية التسجيل بعد ما سجلنا ووقفنا التسجيل نقدر نخرج من هنا ونجي على الملف اللي قمنا بتسجيله قلنا بالفيديو افتراضيا اني حاطه هنا ولو جينا اشغلنا مثل ما اشوفون واخيرا انا حب اقول لك افتح صندوق الوصف الخاص بالفيديو راح تشوفك وروابط لفيديوهات اخرى مهمة تقدر تستفاد منها وبس هذا كل شي اللي عندي بفيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو اعجبكم اذا اعجبكم الفيديو تنسرنا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد كوموا اياكم سيف قداوي من قناة قداوي تيك في امان الله اخوان موسيقى